أخت شيرين بارك الله فيها أرسلت سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة تقول ما فضل سورة الملك وهل نقرأها كل ليلة وهل هي تنجي من عذاب القبر أختي شيرين بارك الله فيك أولا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له شفعت لصاحبها حتى غفر له وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء أثر عن ابن مسعود أنه كان يقول كنا نسمي سورة الملك بالمانعة وأن تمنع من عذاب القبر وهذا صح عنه بالإسناد الصحيح رضي الله عنه ومثل هذا الحديث أو مثل هذا الأثر لا يقال من قبيل الرأي فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يتعلق بأمر غيبي عليه أخت الفاضلة يسن قراءة سورة الملك التي هي سورة تبارك كل ليلة كل ليلة يواضب عليها الإنسان وإذا قرأها الإنسان أحيانا في صلاة العشاء مثلا قسمها على ركعتين أو قرأها في سنة العشاء البعدية أو في قيام الليل أو سنة المغرب لأن يبدأ قراءة سورة الملك من بعد غروب الشمس يبدأ قراءة سورة الملك من بعد غروب الشمس بارك الله فيك